إذن مشاهدين الكرام في آخر فقرة من فقراتنا رح نذكركم بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم كان يقول أول يوم طبعا مش أول يوم عفوا من هي الجهة المنظمة للجنادرية الجهة المنظمة للجنادرية من هي هل هي وزارة الثقافة والإعلام أم وزارة الحارس الوطني أم جميع ما سبق ذكره وأعتقد أن الإجابة مرت معنا من خلال حلقة اليوم وكيد المتابع لهذا المهرجان الأصيل والمتميز رح يعرف الإجابة ونأخذ اتصال هاتفي معنا مونة حسين وعليكم السلام ورحمة يهلا وسهلا كيفك أختي مونة؟ اسمك على اسم زميلتنا مونة حسين ماشاء الله نوت جهلة تحية أكيد وليك تحية تفضلي إيش إجابتك اليوم؟ الحرس الوطني الحرس الوطني إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة إن شاء الله إن شاء الله وتفوزي معنا بإذن الله إن شاء الله شكرا لك ونشوف طبعا مشاهدين بإمكانكم تتواصلوا معنا مو بس الإجابات تكون على التليفون بل أيضا على وسائل التواصل معنا لولوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة حياك الله الله يحييك هلا وسهلا من وين تكلمين أخة لولوة؟ من الرياض من الرياض إيش إجابتك على السؤال؟ وزارة الحرس الوطني وزارة الحرس الوطني إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة بتروحين للجناد ريا؟ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في الزيارة شكرا لكي شكرا لكي وأيضا ناخذ اتصال هاتفي بإمكانكم طبعا عبر تويتر تجاوبوا معنا أات حياتنا وأيضا عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف أيضا مين معايا؟ صالحة وعليكم السلام هلو سهلا يا أخت صالحة أنا كيفك بخير الله يسلمك يارب متابعتنا دائما ببرنامج حياتنا؟ أي الحمد لله أش أكثر الفقرات اللي تحبيها في البرنامج؟ كلها كلها إن شاء الله تبارك الله حلو جميل إيش إجابتك على سؤال الحلقة اليوم؟ الأختيار الثاني أختيار الثاني وزارة الحرس الوطني؟ أيوة متأكدة من إجابتك؟ إن شاء الله إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتفوزي معنا بكرا إن شاء الله بالكوبون شكرا لكي شكرا لأخت صالحة أيضا ناخد مزيد من الاتصالات الهاتفية ومثل ما قلت لكم مو بس اتصال هاتفي بإمكانكم تتواصلوا معنا عبر بريد الإلكتروني حياتنا أو بإمكانكم أيضا عبر تويتر حياتنا وتجاوبوا الإجابة ويكون السحب ثاني يوم بس خلال فترة الجنادرية والإجابات أو الأسئلة كلها خاصة عن الجنادرية أكيد اللي يحضر الجنادرية وحريص على الجنادرية كل عام رح يعرف الإجابات لأن إن شاء الله أسئلتنا سهلة وبسيطة عليكم في أيضا اتصال آخر مشيرة ألو السلام عليكم أخت مشيرة عليكم السلام يا هلا عليكم السلام كيف حالك بخير الله يسلمتها قليلي أخت مشيرة من يتكلميننا من الرياض من الرياض حياء الله أهل الرياض قليلي إيش إجابتك الله يحيي وزارة الحرس الوطني وزارة الحرس الوطني إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة بإذن الله وتفوزي معنا بكرة بالسحب إن شاء الله مع مين بتروحي الجنادرية هذه السنة مع عيالي مع عيالك حريصة دائما على زيارة كل عام والله حسب الظروف حسب الظروف حينا الواحد بس فترة طويلة يعني يمديكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا لك شكرا لك يا هلا سهل أعطيك لها الله يعافيك يا رب ونشوف مين معنا أيضا من مشاركات كلها طبعا بيحرصوا على أنهم بتابعونا دائما أكيد كل المتابعين طبعا وجهناهم تحية عبر القناة السعودية وتحديدا متابعين برنامج حياتنا واللي أيضا حابين يزوروا مهرجان الجنادرية طبعا بدأ هذا المهرجان والكرنفال الثقافي يفتح بوابه يوميا للعوائل حتى يقوموا بزيارة أركانه المختلفة للاطلاع أكثر على الثقافة وعلى الحضارة وعلى التراث الأصير الممزوج بهذه الحضارة طبعا عبر أركان مختلفة ومتعددة ومشاركات عديدة من جهات أيضا حكومية وخاصة نشوف مين معنا عبر الهاتف مين معنا هيا الأخت هيا هيا أهلا ياهلا وسهلا ياهلا سيك بخالك الحمد لله أيوة هيا ايش إجابتك ثمي ايش إجابتك من اللي نظم الحرس الوطني أيوة من اللي نظم مهرجان الجنادرية الحرس الوطني وشالله تكون إجابتك صحيحة الحرس الوطني الله أعطيك شكرا لك شكرا لك وصلنا بهذا لنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله بكرة تبعونا ستعرفوا من اللي سيفوز معنا إن شاء الله بالسحب لحلقة بكرة إن شاء الله شكرا لكم لطيبة المتابعة أتمنى لكم ويكند سعيد وما تنزوا تروحوا لمهرجان الجنادرية حنكون معكم الأسبوع القادم في تغطية من داخل أركان المهرجان إن شاء الله شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة